المرض معدي بقى؟ المرض غير معدي مش معدي؟ ودي أهم حاجة في الموضوع المرض غير معدي ومهمة قوي إن احنا نتعامل مع مريض البهاء نشجعه ونخفز على حالته النفسية لأن التوتر من أحد الأسباب الرئاسية اللي بتبوز جهاز المناعة طيب أنا عندي بعض الصور برضو عشان نقرب للناس الحكاية الحقيقة والناس تنبسط لأن نتائج مبهرة أهو ما شاء الله أهو شفتوا؟ والإيد والإيدين دي يا جماعة من أكتر الحاجات اللي بتبقى مقاومة آآ للعلاج وبتتأخر آآ شوية أيه سبحان الله ودي قبل ودي بعد آآ دي منطقة طبعا نهاية لسه دي مكملة دي في منطقة الرئابة بسيطة الحاجات بسيطة يعني آآ بسيطة جدنا وهي مكملة طبعا نقول لها عملنا إيه ودي هتحرك تحت الإبط نفس الكلام برضو نتيجة آآ الحمد لله تمت بالكامل ودي منطقة الدقن دي وأنا عايز أقول إن الدقن والأماكن اللي فيها شعر من أسرع اللي الحاجات اللي بتجيب نتيجة لإن وجود الشعر نفسه بيعتبر زي مغزن للخلايا الصوغية فعلا؟ فعلا ولذلك بننصح اللي عندهم بهاء ما يشيلوش الشعر بالليزر آآ هتشيلو بأي طريقة بنقول لها شليه بالشيفينج يشيلو بأي طريقة ما عادل ليزر طبعا دي برضو نفس الكلام والنتيجة برضو جميلة جدا ما شاء الله والكلام ده ما أخدش أكتر من سيبت شهور الله يبرك في حضرتك بأن نفسيا الحقيقة المريض بيبقى يعني هو المرض مش مؤلم ما فيهوش أي ألم نهايي بس هي عشان التنمر هي مشكلة التنمر هو نفسيا أنا والله عندي والله عندي مريضة والله بتقول لي يا دكتور أنا نسيت شكلي من غير بهاء يا حبيبتي كلمة يعني بصراحة يعني بتتعب جدا نسيت شكلي من غير بهاء حمد الله خفت تماما ما شاء الله تماما نخلى تكلم عليك في يوم الأيام ياريت ياريت ويتشرفنا بصراحة قصدنا إن الناس تحس إن فيه علاج وتتشجع يعني تبقى فيه أمل فيه العلاج مش عايز أقول حقيقة فعلا فيه كان بالنسبة لي دهشة وأنا مش متخيلا للنتيجة كده لأن أنا شفت النموذج الحمد لله رب علي وكنت متخيلا دمكياش بقى وحيلا إن فينا بعض الناس حتى الرجال على فكرة يعني من غير الزكر أسماء لنا زميل مطرب يعني تمام عنده المسألة دي ومنزعج بس أنا حتصل أقوله هو بس فيه نقطة ما هم بطلوا ساعات عند النجوم وناس بتقولك طب ما هم النجوم أو هم عندهم وهم بيخفوش فيه ناس ما بيحبوش يتعلكوا فيه ناس ما بيحبوش يتعلكوا لا اسمحي برضو طبعا ربنا زيني تتكتر من أمثالك ببنتنا دي راحت لأكتر من طبيب قبل كده الحقيقة وما كانش فيه يعني بركة علمك وبركة إيدك يعني الحمد لله البنت فبردو مش يعني أنا مش عايزة ألوم يعني بس مش كل الناس عندهم العلم الحديث أو التقنيات الحديثة أو الوسائل الحديثة للعلاج الحمد للبعد كان زمان برضو فيه حاجة اسمها جده علاج ضوئي كنا بندخل كنت لسي حقول لحضرتك بقى على المسألة دي كان فيه لينا برضو حد صديق وكان عنده سرطان الجلد وعنده بهاق تمام وكان بيروح يقعد حاجة في جهاز ضوئي كمينة كده تدخل فيه يقعد فيه كل فترة كل ما عرفش اسبوعين لا ساعة مرت في الأسبوع وساعة تات مرت حسب الحالة بزيء والنتيجة يعني في البهاق ما كانش فيه قوي بس سرطان الجلد الحمد لله ربنا الفكرة كلها هنبتبقى عندي نشاط زيادة في حاجة اسمها تيلينفوسايت او الخلايا التائية والعلاج الضوئي ده بيعمل تصبيت لهذه الخلايا التائية